موسيقى أكيد أغلبيتكم سمع أننا مش هتوفر لنا لقاحات تقينا ضد عدوى كورونا قبل سنة أو سنة ونص على الأقل وده لأنها بتاخد وقت أطول في الاختبارات اللي بتتم علشان نتأكد من أمانها وفعليتها وبالتالي مفيش قدامنا دلوقتي غير أن احنا نلاقي دواء لعلاج كورونا في أسرع وقت ممكن لكن للأسف كمية الأخبار اللي بتطلع لنا في وشنا كل يوم في الميديا متوهانة وكل شوية أخوة يطلع لنا حد يزولنا من أول الدكتور اللي بيروج للملوخية كعلاج ومن أكفأ مضادات الكورونا أو غير الكورونا الشلولو لحد رئيس أكبر دولة في العالم اللي بيروج للكلوروكوين فلو أنت تايف في وصل اللي بتسمعه كل يوم فأنا محتاس زي زيك بالزبط والفيديو دا واللي بعده إن شاء الله ما هو إلا محاولة مني لترتيب أفكاري معاك بصوت عالي ما أظن مش يعني أنها معلومة تهمك قوي بس موضوع الانتي فيرالز أو الأدوية المضادة للفيروسات هو مجال تخصصي من ساعة ما بدأت الدكتوراه سنة 2003 ودلوقتي هي مجال شغلي لكن عمري ما كنت طرف مباشر قوي في الموضوع كده المرة دي بقى أنا ببص للنتائج اللي بتطلع لنا عن كورونا كل يوم وأنا معرض إني أتعدي في أي وقت فأنا يعني عايزة أعرف رأسي من رجلي لو لا قدر الله عييت وحالتي احتاجت إن أنا أخد دواء هعمله معايا إيه؟ أنا متأكد إن الأطباء هيعمله لفوسعوهم لكن أنا مش قادر أمنع نفسي كواحد متخصص إني أخد غطس جوه نفورة النتائج اللي عمالة تطلع لنا كل يوم وبما إنك فاتح بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي فأنا بفترض إنك مهتم إنك تاخد الغطس ده معي ها إيه رأيك؟ يلا بينا؟ تعالوا الأول نرجع لورا شوية علشان أفكركم بشوية حاجات إحنا عندنا بالفعل أدوية مضادة لفيروسات كتيرة إنتوا تعرفوها كويس زي الإنفلونزا وإيتش آيفي والالتهاب الكابدي الوبائي سي لكن الأدوية دي تأثرها متخصص جدا ضد الفيروسات دي وأخدت سنين وسنين في اكتشافها وتطويرها لحد ما وصلت لأي مريض محتاجها وطول الوقت بنحاول نكتشف أدوية علشان تساعدنا في التغلب على العديد من الأمراض الفيروسية الموجودة لكن الشركات والحكومات اللي بتستثمر رؤوس أموال طائلة في الموضوع ده بتركز مجهوداتها على الأمراض اللي ليها سوق كبير لأن الأدوية دي علشان تخرج لك في السوق بيتصرف عليها بلايين الدولارات من أول مراحل اكتشافها واختبارها في المعمل لحد اختبارها في حيوانات التجارب ووصولا إلى اختبارها في البشر نفسهم في التجارب السريري وما فيش دوا بيخرج ليك في السوق إلا بعد لما بياخد موافقات من الهيئات الرقابية التي تنظم تداول الأدوية بين البشر وبعدين يا سيدي خير اللهم اجعلوا خير وأنا وانت قاعدين نهاني بعض بالسنة الجديدة راح هاجم علينا يا عم الكورونا ده وإحنا ما عندناش أي أدوية بيه وإحنا صغيرين ما نعرفش حاجة بيه من ساعة ماسارس كورونا 1 ظهر في 2002 لحد دلوقتي وإحنا ما عملناش أي حاجة عدد الناس اللي اتصابت بفيروسات كورونا عالية الضراوة من أول ما سارس 1 ظهر في 2002 لحد دلوقتي تقريباً أكتر من حوالي 10,000 واحدة الرقم ده غير كافي علشان الناس تعمل الاستثمارات الكبيرة اللي أنا حكيت لك عنها ديه لكن دلوقتي مع سارس كورونا 2 الضيف التقيل اللي مشرفنا ده دلوقتي إحنا عندنا ما يزيد عن 2 مليون حالة فأكيد الوضع حيتغير لكن إحنا ما عندناش وقت نستنى لحد لما نعمل أدوية مضادة لسارس كوفي 2 والمنطق بيقول إن إحنا ما عندناش أي اختيار غير إن إحنا ندور في الأدوية اللي موجودة عندنا بالفعل في السوق أو في مرحلة تجربية متقدمة يعني اتجربت في البشر قبل كده وليها درجة أمان معلومة ونشوف إذا كان لها أي فعالية ضد سارس كوفي 2 ونعمل لها ري بيربوسينج أو إعادة تطويع أو توجيه ضد سارس كوفي 2 طيب هنعرف إزاي إذا كان الدواء ده فعال ضد سارس كوفي 2 ولا لأ؟ ممكن نبدأ الأول ببعض الاختبارات المعملية الأولية ولو كانت النتائج إيجابية بما إن الدواء ده already اتجرب في البشر فممكن على طول ناخده ونروح نحو التجارب على البشر دون أن نمر بمراحل التجريبية الكتيرة اللي بتتم فيه حيوانات التجارب التجارب اللي بتتم على البشر دي بنسميها clinical trials أو بالعربي تجارب سريري وليها طبعا قواعد وموصفات طويلة جدا لإن ده تجريب على البشر يعني مش تهريج لكن أنا هركز معاك على بعض النقاط المهمة اللي ممكن تساعدنا في الحكم على جودة التجارب اللي حنناقشها معاكو في الفيديو ده فإيه هي مواصفات التجارب السريرية الجيدة؟ أول حاجة إنها تكون controlled يعني عندنا مجموعة بنسميها control group بنقارن بيها اللي بيحصل مع المجموعة اللي بتاخد الدواء الـ control group دي بتاخد حاجة اسمها البلاسيبو معتقدش إنها الكلمة جديدة عليك يعني ممكن يكون محلول متعادل مفهوش أي أدوية وملوش أي آثار ضر علشان نقدر نحكم لو الحمد لله المريض خف هل خف نتيجة للدواء اللي احنا بنختبره؟ ولا خف الواخده من غير أي حاجة؟ ولو المريض أخد الدواء ولقدر الله حالته سائت هل ده كان بسبب إن الدواء ما اشتغلش؟ ولا كان بسبب أي آثار جانبية أخرى عملها الدواء؟ وقدت إلى تدهور حالة المريض؟ الخاصية التانية إنها تكون randomized يعني بيتم اختيار مين ياخد الدواء ومين ياخد البلاسيبو بشكل عشوائي علشان مثلا ما يجلناش دكتور عايز يتدخل في نتائج التجربة بشكل ما فينقي الناس اللي فرصتهم أعلى في الشفاء ويددلهم الدواء فيأثر لنا على نتيجة التجربة والخاصية التالتة إنها تكون double blinded يعني لا المريض ولا أعضاء التقم الطبي القائم على إجراء التجربة يقرف مين بياخد الدواء ومين بياخد البلاسيبو والإجراء ده بيتم علشان يقلل لنا من البايس أو التحيز البشري اللي ممكن برضو يأثر لنا على نتيجة التجربة طبعا مش كل التجارب السريرية بتتوفر فيها كل الخصائص دي وخصوصا التجارب اللي بتجرى في وقت بنواجه فيه وباء عالمي والناس اللي بتقوم على التجارب دي ما عندهمش رفاهية الوقت إنهم يقعدوا ويصمموا التجارب دي بشكل جيد وإنهم يختاروا عينات كافية من المرضى عشان لما النتائج تطلع ويتم تخليلها إحصائيا تكون لها معنا فدلوقتي أغلبية التجارب اللي بتخصل تقدر تقول عليها إنها اتعاملت على عجل لكن ده برضو مش مبرر كافي إن احنا نعتمد على النتائج دي ونقدر نخرج باستنتاجات نهائية إنه الدواء ده أيا كان فعال أم غير فعال أحد الأدوية رسميته عنها مؤخرا واتعمل حواليها ضجة كبيرة هو دواء الكلوروكوين أو الهايدروكسي كلوروكوين اللي هو أقل سمية من الكلوروكوين وده أصلا دواء للمالاريا قديم قوي موجود معنا منذ الأربعينات مميزاته إنه FDA approved رخيص وبراءات الاختراع بتاعته خلصت من زمان يعني ممكن شركات كتيرة تصنع الجينيريك فونوس بتاعته بتكاليف بسيطة وبما إنه FDA approved فقانونيا من حق الأطباء إنه هما يوصفوه off label لو كانوا مقتنعين إنه ممكن يفيد لأي أغراض تانية تم اختباره قبل كده في بعض التجارب المعملية على بعض الفيروسات وكان له تأثير فعال وفي الألفينات مع ظهور SARS-1 تم اختباره ضد SARS-1 وكان بالفعل له تأثير فعال ضد الفيروس ده في المعمل لكن ده مش معناه إن كل مركب كيميائي بيدينا نتائج كويسة في المعمل ممكن النتائج دي تترجم إلى تأثير علاجي في البشرة ما عندناش أي أدلة إكلينيكية بتقول إن كلوروكوين كان فعال ضد SARS-1 أو حتى MERS اللي هما أرايب SARS-CoV-2 في نفس العائلة وتم تجربته سابقاً في تجارب سريرية على الإنفلونزا وما جابش نتيجة وعلى الرغم من فعاليته ضد مجموعة كبيرة من الفيروسات في الاختبارات المعملية إلا إنه لم يدخل في أي بروتوكول علاجي بيستخدم لعلاج أي مرض فيروسي قبل كده ومن المعروف إنه له آثار جانبية على القلب وممكن يؤدي إلى عدم انتظام في ضربات القلب وعلشان كده ما ينفعش أي حد يستخدمه بدون استشارة طبيب وما ينفعش التعامل معه من مبدأ إن إحنا هناخد الدواء ده ووالله لو ما نفعش مش هيدور طيب تأثير المضاد لفيروس كورونا ده جاي منين؟ بيشتغل إزاي يعني؟ باختصار شديد الكلوروكوين بيمنع دخول الفيروس للخلال وبالفعل خرجت لنا دراسة بتاريخ 4 فبراير الماضي بتقول إنه الكلوروكوين له تأثير فعال ضد سارس كو في 2 في التجارب المعملية طيب الخطوة اللي جاية إيه؟ إن إحنا نجربه في البشر، مش كده؟ حصلت العديد من التجارب السريرية على الكلوروكوين في الشهرين اللي فاتوا لكن للأسف زي ما حنشوف دلوقتي مقدرناش نخرج منها باستنتاجات أكيدة ولحد النهاردة 17 إبريل تاريخ تصوير الفيديو ده ما عندناش أي حاجة بتقول إن الكلوروكوين ده هيكون حل لغز كورونا اللي إحنا بندور عليه أول تجربة سريرية تمت في الصين ومنشورة حتى بالصيني بتاريخ 3 مارس الماضي التجربة كانت صغيرة قوي، اتعاملت على 30 مريض اتقسموا عشوائيا إلى مجموعتين 15 و15، مجموعة خدت الكلوروكوين ومجموعة ما خدتوش وتم الكشف عن المادة الوراثية بتاعة كورونا في مساحات الحلقة وبعد حوالي أسبوع من العلاج، 13 مريض من الخمستاشر اللي أخدوا الكلوروكوين نتايجهم طلعت سلبية كمان 14 من الخمستاشر كنترول نتايجهم طلعت سلبية فده معناه إنه ما كانش فيه أي فرق بين المجموعتين التجربة الثانية بقى هي التجربة الفرنسوية اللي قلبت الدنيا كلها وخلت العالم كله يتكلم عن الكلوروكوين التجربة دي كانت تحت قيادة شخصية مثيرة للجدل وهو الدكتور الفرنسي دي دي راول واللي بيشتغل في مستشفى في مارسيليا الدراسة دي نتايجها اتنشرت أونلاين بتاريخ 16 مارس الماضي وكانت بدأت ب 26 مريض لكن النتايج صفصفت على 20 فقط ستة من العشرين بالإضافة للهيدروكسي كلوروكوين كانوا بياخدوا مضاد خاوي اسمه أزيثرومايسن طب كنا بنقارنهم بإيه؟ مين هنا الكنترول جروب؟ ما كانش فيه كنترول جروب للأسف بالمعنى المتعارف عليه بيتم متابعتهم جنبا إلى جنب مع المجموعة اللي بتاخد الهيدروكسي كلوروكوين لكن الدكتور راول اختار 16 مريض بيتعالجوا في عيادات تانية خارج المستشفى واعتبرهم كنترول طيب ده كان تصميم التجربة ماذا عن النتائج؟ التجارب السريرية بتبحث عن تحسن كلينيكي وبتركز دايما على مقييس بيسموها الكلينيكال اند بوينتز وجنبا إلى جنب بيتم قياس نسبة الفيروس في العينات اللي بتاخد من المرضى قبل وبعد العلاج لكن المعلومات دي لا تغني عن الكلينيكال اند بوينتز لأن ممكن نسبة الفيروس تقل بدون الوصول إلى تحسن كلينيكي ملحوظ وبعد ست ايام من العلاج وباستخدام اختبار البي سي ار على مساحات الحلق لقوا انه كمية الفيروس قلت بنسبة سبعين في المية في المرضى اللي اخدوا الهايدروكسي كلوروكوين مقارنة باثناشر ونصف في المية فقط في الكنترول جروب وفيما عدا ذلك ما كانش فيه اي معلومات تانية عن اي تخصن كلينيكي على المرضى اللي خضعوا للعلاك وهوب النتائج دي اتكتبت وتبعتت وتراجعت وتنشرت في مجلة علمية رئيس تحريرها هو احد المؤلفين على البحث ده وبالتالي نقدر نقول ان الدراسة دي فيها العديد من المشاكل وده خلى الجماعية العلمية اللي بتنشر المجلة اللي طلع فيها البحث ده تنشر بيانين تعبر فيهم عن تحفزاتهم على الطريقة اللي تمت بيها التجربة دي وقالوا في البيانين دول ان هما قاموا بتشكيل لجنة بالتعاون مع دار النشر علشان يرجعوا البيبر دي مرة تانية هي دي البيبر اللي رجت وسائل الاعلام واخدها الرئيس ترامب وخرج للميديا بكل ثقة وقال ان الكلوروكوين سيغير اللعبة متهيقلي انت دلوقتي تقدر تحكم لوحدك وتوصل للاستنتاج اللي انا وصلتله قبل كده انه كان لسه بدري قوي على الكلام ده بعدها بايام وتحديدا بتاريخ 30 مارس خرجت لنا دراسة تانية من مستشفى في باريس الدراسة دي اتعملت على 11 مريض كانوا في مرحلة متقدمة جدا من المرض واستخدمت نفس البروتوكول العلاجي اللي اتبعوا الدكتور رقول في التجربته اللي اتعملت في مارسيليا وبعد 6 ايام من العلاج للاسف لم يظهر اي تحسن على المرضى الدراسة الرابعة على الكلوروكوين خرجت لنا من الصين ومنشورة كمسودة على الميديكال اركايفز بتاريخ 10 ابريل اختاروا للدراسة دي 62 مريض كان عندهم التهاب رئوي لكن الاعراض عندهم كانت خفيفة ما كانش فيهم اي حالات حرجة وقسموهم لنصية نص اخد العناية الطبية العادية والنص التاني اخد العناية الطبية مع الهيدروكسي كلوروكوين وبعد انتهاء التجربة ملاحظوش فرق كبير في كمية الفيروس الموجودة في العينات اللي خدوها من المجموعة اللي خدت الكلوروكوين ومجموعة الكنترول لكن الاعراض في المجموعة اللي اخدت الكلوروكوين اتحسنت بشكل اسرع يوم واحد قبل المجموعة بتاعت الكنترول وبالتالي نقدر نقول إنه ما كانش فيه فرق كبير بين المجموعتين وحتى النتايج دي ما نقدرش نعممها على الناس اللي خالتهم متقدمة لأنه المرضى اللي اختيروا للتجربة دي كانت الخالات بتاعتهم تعتبر طفيفة الدراسة الخامسة على الكلوروكوين كانت تاني دراسة تخرج لنا من مجموعة الدكتور راول في مارسيليا واتنشرت بتاريخ 12 إبريل اتعاملت على عينة من 80 مريض لكن 85% من المرضى في العينة دي ما كانش حتى عندهم ارتفاع في درجة الحرارة يعني كانت فرصة إن حالتهم تسوق منخفضة جدا ما كانش فيه كنترول جروب نقارن بيهم الاستجابة العلاجية وفي اليوم الثامن بعد العلاج 92% من المرضى المشتركين في التجربة نتايجهم طلعت سلبية وكمان كان فيه تحسن إكلينيكي ملحوظ لكن نظرا لغياب الكنترول صعب جدا إن احنا نوصل لاستنتاج إنه التحسن ده كان بسبب الكلوروكوين لأن فيه احتمال كبير قوي إنه المرضى دول كانوا خفوا لوحدهم والصراحة ما جدبش عليك الموضوع شكله بدأ ياخد منحة سياسي من الواضح إن الدكتور رقول له تأثير كبير وهو شخصية مثيرة للجدل زي ما قلتلك قبل كده ممكن أن تتدور على تاريخه براختك وبيعمل تسويق كبير لنتاج بتاعته دي بحكم شهرته وطبعا إحنا دلوقتي في وقت الناس بتتعلق بأشاية لدرجة إنه أكتر من حوالي نصف مليون مواطن فرنسي وقع على وثيقة بيطالب فيها الحكومة الفرنسية بتوفير الكلوروكوين للشعب الفرنسي وتحت الضغط ده كلنا شفنا الرئيس الفرنسي بيزور الدكتور رقول في المستشفى بتاعته وبيدعي الدكتور رقول إنه أثناء الزيارة دي سلم الرئيس الفرنسي نتائج تجربة أكبر اتعاملت على أكتر من ألف مريض وبيدعي إنه نسبة نجاحها تعدت التسعين في المية الدراسة دي لم تنشر بعد ودينا هو قاعدين مستنيين علشان نقدر نحكم على النتائج بنفسنا يمكن آخر وأكبر تجربة سريرية اتعاملت على الكلوروكوين وكانت أكثرهم التزامة بمواصفات التجربة السريرية الجيدة يعني كانت كنترولد ورندمايزد خرجت من الصين واتنشرت بتاريخ 14 إبريل الماضي التجربة دي اتعملت على 150 مريض للأسف لم يكن هناك فرق في استجابة الفيروس للعلاج بين المجموعة اللي أخدت الكلوروكوين ومجموعة الكنترول لكن لخزوا حدوث تحسن طفيف في الأعراض في المجموعة اللي أخدت الكلوروكوين يارب ماكنش توهتك زيادة بكل التفاصيل دي وأتمنى إنك تكون قدرت توصل للاستنتاج اللي أنا عايزة وصله لك في نهاية الخلقة إن إحنا حتى الآن 17 إبريل 2020 ما عندناش أي دليل بيقول إنه الكلوروكوين هو الدواء الذي نحن في انتظاره لعلاج مرض كوفيد 19 الذي يسببه سارس كوفيد 2 وعلشان أنهي معاكو الفيديو دي ببصيص من الأمل خليني أقولك أن هناك العديد من التجارب الأخرى التي تجرى حاليا على الكلوروكوين ويا رب تكون النتائج بتاعتهم أفضل من النتائج اللي عرضتها عليكم في الحلقة دي ده كان كل اللي نعرفه عن الكلوروكوين لحد النهاردة وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل معاكو بقية الأدوية التي تختبر حاليا ضد فيروس كورونا هنكلمكم معنا الدواء الأمريكاني بتاع شركة جيليد رمدوسافير وحنكلمكم كمان عن الدواء الياباني أفجن دومتم أسحاء وإن شاء الله نشوفكم الفيديو جاي سلام عليكم